مسأسل على الحلوة والمرة الحلقة الخمسة وخمسية كاملة وكمان الصور من جو الحلقة تابعوا لان فيه في اخر الحلقة مفاجأة كبيرة جدا بتبدأ الحلقة برايان وممتو لما كانت بتقوله ان هي اللي قالت لنا على موضوع الانتحار ده طبعا بيبقى متعصب جدا وبيغضب بيقولها ازاي قدرت تعمل فيها كده لكنها قالت ان هي ما كانتش تعرف وكانت فاكرة ان مصلحته مع لنا لكن للأسف كانت غلطانة وفهمة متأخر وبتقوله انت ممكن تصلح كل ده فانك تطلقها لانا بتروح وتتكلم مع فرح وبتقول لها غريبة انك قعدت شهور تزبطي في موضوع العرس ده لكن ما جتيش يومها مش غريبة شوية قالت لها معاليش اصلي كنت مع عسام وكده في المزرعة ومفضتش وكنت جاية برضه عشان اباركلك وكده وبقى معاك لكن بتقول لها لانا ازاي انت هربتي اصلا عشاقات ما تحضريش العرس بتاعي وده لانك انت برايان كنت على علاقة من خمس سنين ولا فاكراني لسه ما عرفتش انا عرفت كل حاجة وللأسف طول الشهور ده بتتحقوا علي وبتعمل نفسك انك مش عارفاه واول مرة تشوفيه وتتعرفي عليه وللأسف هو اللي كان معاكي من خمس سنين قالت ان هي ما عملتش اي حاجة غلط وانها فكرت كذا مرة انها تثيب الشغل لكن ما قدرتش لان ده شغلها وحياتها وتعبد جدا عشان توصل للمكانة اللي هي فيها دي بتقول لها كمان انها ما حصلش اي حاجة بينهم وانها كانت بتكرهه جدا وما كانتش طيقه بس كانت مجبرة انها تعمل العرس بتاعها وانها حاولت تمشي لكن ما قدرتش عشان كمان مايفكرش ان هي لسه بتحبه طبعا لانا بتصدم طبعا وتسمع الكلام ده مش بتصدق وبتقول لها انت الحد دلوقتي بتحبيه هو كمان بيحبك اكيد انا مش عايزة اشوف صورة وشك تاني في حياتي وبسيبها وبتمشي ايه وتايه محترين مش عارفين يعملوا ايه فعمها ده اللي رفضوا حتى من قبل ما يشوفوا وقاعدين بيفكروا في طريقة ازاي يكنعوه وطبعا كان تايمي متضايق جدا لكن بيقول لي ايا شريهان هي اللي هتحللنا الموضوع ده يلا بينا على شريهان اما بالنسبة لأسمة كانت قاعدة وبتتكلم مع فاروق في انها مش قادرة تفهم دماغ ابنها وازاي يتغير كده وازاي بقى واحد تاني وازاي كان عايز يسوق صمعة الفندق وايه الحركات اللي بيعملها في الفترة الاخيرة دي فاروق بيقول لها اكيد الموضوع ده ورا بنت واكيد فرح هي سبب في كل ده اما بالنسبة لعم صلاح فبيدخلوا بيلاقي فرح قاعدة ومعيطة اللي هم بيسألها مالك بتقول ان لانا كانت هنا وكانت عارفة كل حاجة بالعلاقة اللي بينها وبين رايان رد وقال لها وبعد تكون زعلتك ردت فرح وقالت بالعكس دي كانت يعني خفيفة جدا معايا وما كانش الموضوع حد جدا بني وبينها ده اقل حاجة تقدر تعملها اصلا وكمان موضوع وسام اتعقد اكتر وعقد الدنيا لانه راح وقال للكل ان هو تجوزني واشاع وسطه من الكلام ده وده ما حصلش صلاح بيتعصب جدا وبيروح علشان يقابل وسام اما بالنسبة ليرايان بيدخل وبيصارخ على الهرانة وبيقول لها ازاي قدرت تكذب علي كل ده وتعملي عليها تمثيلية انتي وامي علشان خاطر يعني موضوع الانتحار وكده لكن بتقول له انت اللي عماتي تمثيلية علي وانت اللي خدعتني انت وفرح بقالكو شهور بتتحاكوا علي وانا مصدقة ومشية مش فاهمة اي حاجة وزي الهابلة وسطكو لكنه بيقول لها مفيش حاجة بيننا حصلت ما كانش فيه اي حاجة بتقول له نفس الكلام اللي فرح قالته انت بترادت كلامها بيقول له وانت روحت الفرح قالت له ايوة طبعا روحت لها وواجهتها كمان بيحصل حابة اصوات عالية كده بينهم وبيقول لها الحل في ان احنا ننفصل بتقول له ايوة برافو عليك يعني هو الحل في الانفصال تمام وبتبقى متضايقة جدا تايم وقاية بيروح الشريهان وبيقول لها ان عمها رفض تايم حتى من قبل ما يشوفه وطبعا هي بتقول لهم ولا يهمكو انا احللكو الموضوع ده يلا بينا على هناك هنسافر الشام دي الوقت فرح بتقدم استقالتها لمدام اسما وهي متأثرة جدا اما شريهان واخد ايوة وطايم ورايحين علشان خاطر يقابله عمه مروان اللي كان متضايق جدا من موضوع جوازة ايو انه كان عايزي جوزها جنبه هنا في الشام اما عمه صلاح بيروحه بيتنرفز على الادم وبيقول له انت لسه هنا ايه في المحل ومشي من هنا حالا انا حقفل المحل ده خالص وفعلا بيقفل وبياخد المفتاح وبيمشي بالنسبة للاسما بتروح تتكلم مع ابنها وبتقوله ايه اللي جابك بيقول لها انا المدير بتقوله بس انا قلت لك الصبح النهاردة انك خلاص بطلت تبقى مدير لكن بيقول لها لأ انا المدير بتحاول تتقرب منه وتقوله مالك فيه ايه ايه الموضوع ايه اللي غيرك فرح طيب لها دخل باللي بيحصل لك ده لكنه ما جاوبش اما لانا بتروح طبعا وتحكي المجد اللي بيقول لها انت اللي ظلمت نفسك بالجوازة دي ما تزعلش مني والمفروض انك عارفة ان ريام لا كانش بيحبك من زمان ويتكون المفروض تدوري على واحد بيحبك وانا مستعد دلوقتي ابقى معاكي ونبقى سوا وتنفصلي عن ريام عم صلاح بيروح يزعق لوسام وبيقوله ابعد عن بنتي وايه اللي بتعمله ده وبيرمله المفتاح بتاع المحل بتاعه في وشه وبيقول له ما شوفش وشك تاني لكن بيقول لانا بيحب فرح ومش هسيبها قال له حبك برص اياك تجناحية بنتي اما بالنسبة لآية وشريهان وسوسا وتايم رايحين يزوروا مروان ومرط عمها شافتهم ويفتح الباب تايم طبعا داخل ومداري وشه كده بالورد عشان عم آية طبعا يعرفه وعمان يشبه عليه وبيبص كده وبيشوف الناس بيقتحموا المكان وبيعودوا شريهان قاعدة وبتقتحم المكان وبتقول لانها جاية عشان تطلب ايد آية لتايم ابنها وطبعا اول ما بيشوفه بيعرف ان هو الانسان اللي شافه قبل كده وبيقوله انا شوفتك فين قبل كده وبيقوله تعالى معايا وبيشده عشان يتكلم معايا وبيقوله انا شوفتك قبل كده وانت كنت تعرف الموضوع من الاول صح قاله ايوه اما بالنسبة الفرح كانت في الشركة بتلم حبة الحاجات بتاعتها علشان تمشي وسام بيشوفها وكانسة كارانطينا فبيروح يتكلم معايا بقوله اتي محبتينيش هشا قاطر الواطي ده ساق صح طبعا هي بتقوله ابعد في ايه انت بتقرب كده ليه شو صار لك وطبعا كان عمال بيقرب لها وفي نفس الوقت رايان بييجي الشركة وهو كده بالصدفة وبيشوف الوضع ده وبيروح وبيتخانق معه وسام وبيضربه لكن فرح بتقوله سيبوا يا رايان هو اصلا مش في وعيه ده ساكران وشارب كتير لانا بتقوله ما متها على موضوع رايان وفرح وطبعا بتصدم جدا وبتقولها لازم تتطلقي منه لانه خدعك شهور كتير بالنسبة رايان بيوصل فرح وبيقولها انه خايف عليها جدا من وسام لكنها بتقوله ان شاء الله ما فيش حاجة هو بس كان ساكران شوية اما شريهان فلسها قاعدة وامتنحة وعم اية بيقول ما عندنا جمالات للجواز بتقوله خلاص احنا قاعدين لحد ما توافق شوفنا بقى مكان نبات فيه طبعا ايو تايم ومصادمين جدا من تصرفات شريهان دي بس مبسوطين اما بالنسبة لصلاح بيلين ما حكته علشان خاطر سلم المفتاح لوسام وبيفضل محل عشان يرجعوا لوسام تاني بالنسبة لرايان ويلانا قاعدين بيتكلون مع بعض واتفقوا خلاص على الطلاق فرح بتخرج في الشارع علشان ترمي بعض الحاجات لكن مرة واحدة بيظهر حد وبيخطفها وبتخلص الحلقة على المفاجأة دي ويراب الملخص بتاعي يكون عجبكو ما تنسوش تشيركو في القناة علشان يوصلكو كل جديد اشوفكو على خير باي باي اشتركوا في القناة